بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السر الساري والنور الذاتي في سائل الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين دب الحسد والحقد في نفس قابيل وهم الآفتان اللتان ابتلي بهما إبليس بجانب الآفة القبرى وهي الكبر والتي بسببها طرد من رحمة الله فسلك قابيل مسلك إبليس وقال في نفسه أنا الأقوى أنا الأفضل أنا الأجدر فكان مدخل الشيطان بذلك ممهداً لبث وساوسه ولماذا وسوس الشيطان لقابيل ولم يوسوس لهابيل هذا سؤال مهم هابيل يا ولدي لم يحمل في نفسه حسداً أو حقداً أو كبرى بل على العكس كان طيب القلب وديعاً حسن الخلق فكان من الصعب على إبليس أن يجد إليه سبيلاً وهذا لا يمنع أن الشيطان حاول معه في البداية ولكنه لم يفلح لأن هابيل كان يستعيد منه بالله فكلما اقترب الإنسان من الله كلما ابتعد الشيطان عنه ترجمة نانسي قنقر نريد أن نحتفل يا سيدي إبليس بخروج آدم وحواء من الجنة ولنجعله احتفالاً سنوياً ولا بد أن نخطط حتى يفسد آدم في الأرض لا، لن نقدر على آدم فهو كثير البكاء والاستغفار لله وقد تاب الله عليه فلنحاول مع آدم يا سيدي فربما نفلح أيها الأغبياء تركوا آدم وحواء فلن تستطيعوا النيل منهما ولكن علينا بالأبناء فهم أسهل منالاً السمع والطاعة يا سيدي السمع والطاعة فنحن نتعلم منك أنت سيدنا وزعيمنا نعم أنا معلمكم ولسوف تظنون تتعلمون مني مدى الحياة عليك الأمر يا سيدي وعلينا السمع والطاعة أريد المزيد من الأعوان فأنا أعمل وحدي وأنتم كسالة لا جدوى منكم سيدي سميا هو من يفتاح وذ على معظم الجن ويأتمرون بأمره وهم متعاطفون مع آدم وبنيه أتركوا سميا لي فلي معه شأن آخر أما أنتم أيها الكسالة فعليكم بأولاد آدم لابد أن نتوجه إليهم بالوسوسة والغواية لابد أن يتقطع قلبك يا آدم حزنا على ما يفعله أولادك لابد أن يتقطع قلبك ترجمة نانسي قنقر ماذا فعلت بأخيك أيها اللعين؟ قبيل، لماذا كل هذه القصوة مع أخيك؟ لقد جئت أعتذر لك يا أخي الحبيب وأحضرت لك بعضا من الفاكهة التي تحبها لقد نسيت الأمر يا أخي أما أنا فلن أنس فعلتك هذه لقد حزن أبي بشدة جراء ما فعلته بأخيك إنه في انتظارك يا قبيل اذهب إليه وأخبره أنك لم تقصد أن تؤذي أخاك عفاكم الله، ولما أخبرتمه؟ وأنتم تعلمون أنه سيحزن لذلك، وكذلك أمي لقد نزغ الشيطان بيننا يا أخي وأريدك أن تعلم أنني أحبك وأنا أيضا أحبك يا هبيل وأريدك أن تقتص منه لقد سامحتك يا أخي دعنا نذهب لأبي كي يهدأ باله ويطيب خاطره لقد سأخبر قطة اشتركوا في القناة إن كان صادقا بالفعل أم لا مؤكد أن إبليس لن يكون سعيدا بذلك وأنا أشك في نوايا قبيلة تجاه أخي اعلموا يا أصدقائي أن مداخل الشيطان لابن آدم كثيرة وأنه حين يقوم بالوسوسة والغواية يزين كل قبيح ويستغل مواطن الضعف بالإنسان ويمنيه بالأمان الكاذبة حتى يقع في الخطيئة والآن دعونا نستكمل قصة آدم وبنيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لارمات ش Live 我们 emerbon من البنط والملابد ص در Bing شانبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن جاء Avant اشتركوا في القناة